موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نهضر الحلقة الشيئة وممتازة سوف تأخذوا دي نوت لكن ممكن أن تأخذوا أفكار جديدة وكل شيء بالكثير من الناس يأخذوا الريجيم عندما يأخذوا الريجيم يقع عليهم مشكلة أنه يأخذوا بعض الأخطاء ويقول لك لا يفقدوا الوزن وبحكم أنني هذه المهنة للي والناس يأخذوا عندي ويأخذوا عندي أو رجال أو أطفال سوف نتناقش معهم واحد الخطأ الشائع والذي قاتل جدا هو اليوم فري وليس تشيت داي اليوم الفري أو تشيت داي يقول لك أن نأخذ الريجيم مدة الحمية مدة ستة أيام واحد النهار كنا نأكل اللي بغيت يعني كنا نأكل اللي بغيت شيء غريب جدا وهذا يجبكم أن تأخذوا هذه القضية داي اليوم الفري داي اليوم الحر وليس تشيت داي يعني كنت تقول لي بالمعنى أنك دائما مرتبط بذلك الأكل الذي يمنوع عليك يعني أنت داخل في واحد القضية اللي اسمه الحرمان وحنا هنا لا نجد نمط العيش لبغيت حرمان ليس نتجد أن يكون اتجد أن يكون شيء ما يمكن أن يعيش به كما قلنا في حلقة السابقة في القناة أننا لا تحتاج إلى الريجيم ما هو ريجيم؟ ريجيم هو محدد في الفترة الزمنية وأنا لا أريد أن تكون محروم ونحضروا شيئا بفترة زمنية لأن تشهد عليهم أرجلهم وأيديهم بما كانوا يكتبون هذه آية قرآنية في جسمه ذاكرة عندما بدأت كل يوم تعطيه واحد يوم السبت والجمعة تعطيه إلى كل ما يريد ستعقل ستعقل أنه ستعقل في واحد يوم السبت ما ستفعلها؟ هي إنتليجنة ودكية ستبدأ تخزن الطاقة وإذا كنت تخزنها بشيء ستخزن بطريقة خطيرة لماذا؟ لأنك تقول سيدك يجوعني مدام أنت فراسك بقي الفاست فود وبقي الحلويات وبقي الحواج وبقي السوداء لا دعي لديك الأسماء نحن نحن ضدهم ولكن بقي فراسكات شيء وبقي مرتابة شيء وكتربط المتعة للمتعة رابطها بذلك الأكل والأكل الصحي هو عبارة على حرمان هذا خطأ قاتل ما عمرك ستنجح في حمية ولكن ستنجح تفقد الوزن لأن الجسم ذلك سيبدأ يخزن بطريقة لا تتوقع وسيقوم بتسنيلك ذلك النهار بشيخزن وذلك الساعة عندك تكون تلعب بصحتك هذا هو الخطأ الأول والكبير القاتل جدا وهو الشيء أو اليوم الحر أو اليوم الحر وهو ليس لديك هذا ليس لديك ما يقول لي أعود أن أراجع لحساباتك وعود أن أرى طريقة كيف تريد أن تكون لأن أهم شيء في الحياة هي صحة وصور رأسك لكي نكون صحيح لكي نتازم لأن الإكتزام والانضباط مع النفس ليس لديك شيء آخر مع النفس هو الغياب للنجاح في الحياة هذا الخطأ الأول الخطأ الثاني هو تجويع ليس لحرمان تجويع نقص كمية الكالوريات من دات نقص بطريقة بشعة ونقص بشعة لأنه يقول لك أنا أريد أن نعيش ما هو عدد الكالوريات ما هو عدد الكالوريات لكي نبسط على الناس عدد الكالوريات بالنسبة للرجل هو 20 كالوري واحدة طاقة لكل كيلوغرام من الجسم هذه بدون رياضة يعني مثال أنا كمثال يجبني 1400 دي الوحدة لكي أخدم الجسم في أحسن طريقة يخدم إذا قدرت الرياضة يجبني نزيد واحدة طاقة لذلك من الدونية سيكون حسن من السكريات يعني 1400 ساعة الجري نزيد واحدة تلتمية الكالوريات في 1700 لكي يبقى الوزن ثابت لا يخرج منزل ما يريد أن نقص سنقص سنقص 150 كالوريات من بعد الرياضة وهذه الوزبة ثم سنقص الوزن بالنسبة للمرأة من الراجل العشرين على حسب كيلو المرأة 17 كالوريات 17 كالوريات على كيلوغرام المرأة ما يريد أن نقص سنقص سنقص الرياضة ونعطيها كمية للطاقة هذا موضوع آخر لا يريد أن نقص تجويع لأنني سنقص رجيم الموز أو الفراولة أو الدلاح لا يريد أن نقص خطأ قاتل لأن عندما تحرم رأسك من الأكلات ومن التوازن اليوم سترجع للعادة ونبدأ تأكل أمور عادية وكل شيء سيضع الجسم سيخزن ونحن نحن مدة ثلاث أسابيع أو ربعة أسابيع إذا أريد أن نفقد الوزن سأخذ الوزن كما أخذت الوزن في واحدة عامين فعلا الناس يأخذ الوزن في واحدة عامين ثلاثة عشر سنين لأن الناس يأخذوا عندي وما أطلقى بهم يأخذ الوزن لا يأخذ الأمر أخذوا عندي أعامين كما تتزوجت الله يحفظ ليهتك على المشكلة فعامين سنقص لك الوزن سنقص لك الماء سهل في أسبوع أو أسبوعين سيضعك النشويات أو السكرية سيضعك النشويات سيضعك الوزن ويعجبك الحال ولكن مرة ترجع لك ونرجع لك نشويات كل شيء ستتتعمر نحن نحن خير الأعمال ما قلق ودام ديمومة يعني سيطويل مع الوقت يعني نحن نمط الحياة أو نمط العيش هذا هو الخطأ الثاني أننا لا نقوم بتجويع كناكل ذلك يكون منظم متوازن الخطأ الثالث الخطأ الثالث هو كناكل واجبات لما نبرمجهمش لحقاش أنا أخدام أعرضوا علي في الخدمة أعرضوا علي الأصدقاء ديالي باش مندلهم خاطرهم لأن الأكل عنده واحد سبغة جماعية باش ندلهم خاطرهم كنا نبدأ ناكل معهم وأنا لم أقول لماذا ناكل معهم في ذلك الأكل كنا نبدأ نخربق في نظام الحياة أنا لا نفطر ولكن اليوم نفطر مع الناس لأننا بريت ندلهم خاطرهم ونأكل فعلا ندلهم خاطرهم مزيان مزيان أنت عندك علاقة جماعية ولكن لا تحترم لجلسة ديالك لا تحترم لإنتباط والالتزام لا تستفقد الوزن حاجة أخرى والخطأ الرابع وخطأ خطير جدا وهو من قسم الدهنيات الدهنيات كان دهنيات مفيدة للجسم وكان دهنيات ليس مفيدة للجسم الدهون المصنعة غير مفيدة للجسم الدهون طبيعية النباتية زيت البلدية زيت أرقان زيت الكولزا زرعة الكتان زنجلان لافوكا الحوت اللي فيه الدهنيات كان هذا مفيدين الزبدة كان زبدة بلدية وعرف أنه جيدة ليس فيها هرمونات مفيدة الشحوم الغنمي إذا كنت عرف الغنمي من الغنمي يعني اللي يسرح الشحوم دهني مزيانة ولكن كمية ديما الكمية قليلة كان حيض الشحوم وكان حيض الدهون من الأكل ديالي عرفوا أن الهرمونات عبارة على دهون عرفوا أن المخ عبارة عن دهون يعني لما كان الدهنيات أخطأ شائعة وقاتلة في أي رجيم الرجيم أو حمية أو نمط العيش أنا أهم حاجة عندي لذكرتها حاجة ونحن نكون فرحان والرسالة سنبلغتها أنه لا يمكن أن نقوم بالرجيم لا يوجد أي شيء اسميه رجيم لأنه لا يمكن نمط الحياة ونمط العيش سيكون نمط فيه التوازن وقد خلقنا الحياة الدنيا بقدار يجب أن تقلب عن التوازن التوازن في الحياة ديالك نعيش بتوازن نأكل بتوازن نتنفس بتوازن نقرر يادة بتوازن لأن الصحة هي أغلى شيء وهي أهم شيء حول هنا يعني ستكون هاني البال والصحة ديالك ستكون ديالك هي أغلى أغلى الأشياء في الحياة نتمنى منكم أنكم لا تقوموا بشكل الأخطاء هذه التي يوقعون فيهم الكثير من الناس ونحن في القناة نعطيكم طرق باش نقلل عليكم مدة تقلب على الحل ونعطي حلول ببساطة بسهولة لكي تستطيع تطبقه أهم شيء الذي يريدكم تعلمون مني هو أننا نبعد من السكر ومن أي شيء جيد نبعد من السكر شيء آخر كنت نأخذ بقدر بتوازن الصحة ستكون جيدة نتمنى أنكم تجربوا هذا الذي نقول لكم ونطبقوه لكي أغلى شيء لدينا هو الصحة وهو أنكم تكونوا أنتم صحاح وحاجة أخرى يكونوا العائلات دي لكم صحة الأبناء دي لكم صحة ونطلعوا أطفال وبنات يكونوا بصحة جيدة حسنا أنتم صحيح على الأقل يكون الفخر دي لك أن ولدك وابنتك طالع بصحة جيدة وكي يأكل أكل متوازن وعارف التقافة الغذائية لأن التقافة الغذائية والغذاء رهو الغذاء الحواس الخمس ليش نشوفكم إن شاء الله عن مقارب في حلقة قادمة إن شاء الله وشكرا